السلام عليكم يا سنة تانية النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض كتابة قصة ازاي نقدر نكتب قصة يا سنة تانية لازم عندي يتوافر عناصر في كتابة القصة القصة اللي احنا بنكتبها لازم يتوافر فيها عناصر اول عنصر عندي عنصر عنوان القصة هو احنا ينفع نكتب قصة من جان ما نحط لها عنوان يبقى اول عنصر عندي عنوان القصة طيب رقم اتنين هنتكلم عن ايه؟ عن احداث القصة احداث القصة طب احداث القصة دي لازم يكون متوافر فيها ايه؟ لازم يتوافر فيها بداية ومشكلة والنهاية هنتكلم في الاحداث عن البداية بداية القصة كانت ايه؟ ايه المشكلة اللي موجودة عندي في قلب القصة؟ آخر حاجة من ناقش النهاية يبقى أحداث القصة تتكون من بداية مشكلة نهاية أحداث القصة تتكون من بداية مشكلة نهاية تالت عنصر عندي المكان طبعا كل قصة يا سنة تانية لازم يبقى في مكان يا ترى القصة دي حصلت فين؟ بعد كده الزمان يا ترى زمانها إيه؟ حصلت في المساء ولا حصلت في الصباح؟ طبعا القصة لازم يكون فيها شخصيات مش معقول تكون قصة بدون شخصيات أكيد القصة بيكون فيها شخصيات يبقى العناصر اللازم نتوفرها في القصة عنوان القصة أحداث القصة وطبعا الأحداث يعني لازم بتكلم عن بداية ومشكلة ونهاية بعد كده عندي المكان الزمان الشخصيات ناخد مثال في الصباح وجد أحمد كطا جائعا في طريقه إلى المدرسة فبحث أحمد في المكان حوله فوجد محل للبقالة ذهب إليه وأحضر منه وعاء صغيرا من اللبن وأطعم القط بعد كراءتنا للقصة دي هنقدر نطلع منها العناصر الأساسية بتاعتنا هي القصة دي بتتكلم عن إيه سنة تانية؟ بتتكلم إن كان فيه قط جائع من اللي شافه أحمد وهو ريح المدرسة رأى قط جائع حاول إنه هو يساعده فذهب إلى المحل البقالة وأحضر وعاء صغيرا من اللبن وأطعم القط طيب نشوف كده عنوان القصة من خلال كراءتنا للقصة كده ممكن نحط عنوان إيه؟ ممكن نقول أحمد والقط طيب سمع حد تاني هو بيقول ممكن نقول القط الجائع برافو ممكن نشيل العنوان ده ونحط القط الجائع ممكن نقول إيه كمان أي عنوان أنت هتقوله بس يكون مناسب للمضمون بتاع القصة ممكن نقول كمان الرفق بالحيوان إن الولد لما لقى القط جائع ما سيبهوش جائع لأ راح قعد يدور على محل وأحضر منه وعاء صغيرا من اللبن وأطعم القط يبقى ممكن نقول أحمد والقط ماشي ممكن نقول الرفق بالحيوان ممكن نقول القط الجائع يبقى أول عنصر إحنا عملنا ووفرنا في القصة كان عنصر إيه؟ يبقى أنا كده صح إن أنا كتبت العنوان بتاع القصة طيب تاني عنصر عندي لازم يتوافر أحداث القصة وإحنا قلنا أحداث القصة دي بتنقصن إلى كم حاجة؟ إلى بداية ومشكلة ونهاية طيب البداية عندي كانت إيه؟ البداية في الصباح وجد أحمد قطا جائعا في طريقه إلى المدرسة يبقى دي كانت البداية أول حاجة عندي اتكتبت في القصة بنسميها دي تل إيه؟ البداية طيب إيه المشكلة؟ المشكلة اللي وجهت الولد إيه؟ ها؟ إن هو وجد إيه؟ وجد الكط جائع يبقى المشكلة إن كان فيه كط جائع وجد أحمد قطا جائعا يبقى دي المشكلة وجد أحمد قطا جائعا طيب إيه النهاية؟ إيه اللي حصل فينا؟ نروح كده لأخر ستروحنا نعرف أحضر وعاء صغيرا من اللبن وأطعم القط يبقى كده وفرت أحداث القصة البداية والمشكلة الكط الجائع والنهاية إن هو أحضر وعاء صغيرا من اللبن وأطعم القط طيب المكان كان فين؟ القصة دي أحداثها حصلت فين؟ في طريقه إلى المدرسة الزمان أول كلمة عندي جالي وبيقولي فيه الصباح يبقى الزمان كان عندي كلمة الصباح الشخصيات من الشخصيات اللي موجودة هنا؟ أحمد والقط يبقى الشخصيات اللي موجودة يا سنة تانية فين؟ أحمد والقط يبقى أنا الوقت في كتابة القصة لازم يتوافر فيها عناصر زي ما احنا تعلمنا لازم أول حاجة عنوان القصة رقم اتنين أحداث القصة والأحداث بتنقسم إلى بداية ومشكلة ونهاية المكان لازم القصة يبقى فيها مكان الزمان والشخصيات تعالوا نشوف نموذج كتابة قصة بيقولي رتب أحداث القصة واكتب الكلمة المناسبة جايب لي هنا قصة مصورة لولد ماشي في الطريق وعايزني أرتب أحداث القصة أول حدث طبعا من أحداث القصة نفتكر كده مع بعض قلنا أحداث القصة لازم يتوافر فيها ثلاث حاجات إيه هم الثلاث حاجات؟ البداية والمشكلة والنهاية دول بنسميهم إيه؟ العناصر بتاعة أحداث القصة البداية والمشكلة والنهاية أنهي صورة نقول عليها البداية الصورة دي رقم واحد البداية أن كان الولد يسير في الطريق طب إيه اللي حصل له؟ الولد هو بيسير في الطريق وقعه يبقى الصورة رقم اتنين هنا المشكلة اللي قبلها أنه وقعه يبقى دي رقم اتنين ودي المشكلة أنه وقعه طب اتحلت إزاي لما وقعه؟ أنه زميله ساعده في القيام يبقى دي الصورة رقم تلاتة المكان كان في الطريق الزمان طب يا مسا أنا مش عارف الزمان فين؟ طب بص كده للصورة احنا شايفين الصورة فيها إيه؟ القمر بدل القمر يبقى أكيد ده فين؟ في الليل أو في المساء نروح لنشاط باق جايب لي برضو قصة مصورة لكن هو هنا بنقول إيه؟ القصة عايزني إلا أنا أرتبها وابدأ أقول تحت كل صورة فين الصورة البداية؟ فين المشكلة؟ فين النهاية؟ طب تعالوا كده نشوف شايفين أول صورة عندي إن الولد كان بيلعب لوحده دي صورة البداية يبقى بكتب فوق رقم واحد وبكتب تحت كلمة البداية طيب الصورة رقم اتنين إيه المشكلة اللي حصلت؟ الولد عشان كان بيلعب لوحده جلس حزيناً من اللي جاله؟ صديقه يبقى هنا المشكلة جلس الولد حزيناً ودي رقم اتنين رقم تلاتة طب النهاية صديقه أخده ورحه فين؟ للعائلة يبقى ده رقم تلاتة النهاية إنه الولد لما لقاه جالس حزيناً أخدوا صديقه وذهبوا إلى العائلة طب المكان انت شايف كده؟ والولد ده بيلعب فين؟ بيلعب في الحديقة يبقى المكان عندي الحديقة طيب الزمان احنا طبعاً شايفين الصورة من وره وفيه سحابه موجود يبقى الزمان كان فين؟ في الصباح بيقول لي في نشاط اتنين اقرأ وارسم جايب لي هنا البداية وكاتب لي تحت ذهبت إلى المدرسة في الصباح امتنا رسمت ولد هوت ذاهب إلى المدرسة في الصباح طيب المشكلة بيقول في وقت اللعب وجدت صديقي يجلس وحيداً يبقى اتنين بيلعبوا مع بعض وكان في صديق قاعد وحيد لوحده النهاية بيقول فذهبت إليه ولعبته معه وأنضينا وقتاً ممتعاً يبديت الإيه النهاية بتاعتي إنه هو ذهب إلى صديقه ولعب معاه ومضى معاه وقت ممتع ممكن يقول لك إيه؟ حط عنوان القصة خلي بالك هنا إنه وجاب لك الأحداث جاب لك البداية وجاب لك المشكلة كانت إيه؟ والنهاية كانت إيه؟ طيب إيه اللي هنا ممكن نقول عنوان القصة؟ ممكن نقول إيه؟ الولد وأصدقائه ممكن نقول كده حدي تاني لو عندك أي عنوان مناسب للقصة هنحطه بس يكون لازم يكون يدور حوالين إيه؟ المضمون بتاع القصة